السلام عليكم اللي بتعمل في الحريم زي الورش كله فنش ولا تسريحات ولا ميكياجات ولا فرش ظهر الحواجب منفوشين ظهر الشناب ظهر الكدش كله نهرش رحم العريس من كل تكاليف الفرح من كوافرات لاستيديوهات لفلوس صلاة يعني اللي يتجوز في عهد الحظر ده يبقى فالح وابو العريس ولا جبجاتوه ولا مشروبات ولا حتى وزع كيس بلح منع الشباب منع الحريم منع البنات من الصرمحة ومن البرطعة ولا هدوم متلزقين ولا هدوم متقطعين ولا هدوم مترقعة غير حياة كل البشر من النقيد الى النقيد تقدر تقول بالمختصر ربانا تاني من جديد وحبسنا بين اربع حيطان زي الفراخ ناقص نبيض ويعيني على حال الرجال لما بتقعد في البيوت بتبس على دماغ الساعات علشان تفوت وهنعمل ايه حكم القوي حكم الكورونا المفتري خلى الرجال ما بيننا رين يا ام حظر الملعيال يا ام حظر العسكري وعلى الصعيد العالمي كورونا له دوره العظيم عمل اللي ما عملوش زعين ولا وزير ولا امير ولا رئيس خلى جميع الملحدين والمشركين صلوا صلاة المسلمين في الصين ولندن وفي باريس خلى الجماعة الامريكان رفعوا الادان في الكونجريس عم كترامب اللي افتكر نفسه الاله علشان عسكره من اتواره في كل اتجاه كان لما بيشاور يمين الدنيا تيجي يمين معاه واما يشاور عالشمال الدنيا تيجي شمال معاه في كورونا تاه عمال بيشحط كم مات شوف عنده كم واحد مصاب غير اللي مات فين الجيوش والدبابات ولا الغازات فين المارنز اللي بيطلق من السلاح ممكن يوقع عصفرين رح كله فين فين الجيوش اللي بتدخل في الحروب بالزر أو بالزنبالك رب العباد بيقول لهم أنا المالك رب العباد بيقول لهم أنا المالك وليقول نسيف عمالة تصدر توجهات وتحذرات وانزرات وانزرات الكل يلبس كممات الكل يلبس كممات وجوانتيات لابد من غسل الوشوش لابد من غسل اليدين ايه الجديد وعملته ايه ماهده وضوءنا للصلاح يا مغفلي واللي حينكر ده غبي والحجر ده اللي بتعملوه عملوا زمان سيدنا النبي يعني احنا دايما نسبقين والدين بتاعنا احلى دين بس احنا كنا مقصرين وكورونا جاي علشان نتوب ونعود لرب العالمين السلام عليكم